يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم انقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا القائد صالح رحمة الله عليه سيلقى ربه بجهاد بدأه ضد فرنسا عمره 15 سنة سيلقى ربه بجهاد خاضه ضد اليهود سيلقى ربه بحقن دماء المسلمين 43 مليون مسلم في الجزائر يشهدول يوم القيامة أنه حقن الدماء أن تحم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا القائد صالح سيلقى الله بمسجد بناه لله صدق على والديه سيلقى الله بالمدرسة القرآنية سيلقى الله بجيش قوي تركه القائد صالح سيلقى الله ببلد كامل يدعو الله له برحمة ولذلك أنا أدعو الشعب الجزائري ليجعل من جنازته جنازة يشهدها التاريخ لأن الرجال إذا ماتوا يموتون أبدانا لا تموت أفكارهم لا تموت أعمالهم لا تموت صدقاتهم لا تموت خيراتهم